أعزائي المشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مساء وصباح أقدمه لكم أنا أيات الحسيني أحد الصحابة كان رايح يصلي ورنبيه صلى الله عليه وسلم ثلاث العصر وهو في طريقه للمسجد شاف وحدة فقبلها فجأة ضميره سحي وفاء بسرعة وراح يصلي ورنبيه صلى الله عليه وسلم دخل المسجد اتوضى وصلى وبعد الصلاة راح لسيدنا محمد وقال له على اللي هو عمله أثناء مروره في الطريق إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت العصر معنا فقال له نعم صليت قال له إن الحسنات يزهبنا السيئات فقال له يا رسول الله هذا لي يعني ده لي أنا الوحدي قال له بلك ولجميع أمتي دي بشرة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لينا إنه مهما كان الزمب صغير أو كبير دايماً ربنا غفور رحيم ودايماً الحسنات بتزهب السيئات مجرد صدقة مجرد عمل صالح نعمله صلى ركايتين توبة تغفر لنا ما كان قبله من أي زمب ده موضوع حلقة النهاردة عن التوبة وهيكون معي شيخ الشباب الدكتور عمر الزاكي بعد الفاصل انتظراו مشاهدينة رجعتالكم مرة تانية وزي ما وضحتالكم في المقدمة إن موضوع حلقة النهاردة هيكون عن التوبة وهيكون معي شيخ الشباب الدكتور عمر الزاكي أرحب دي دكتور عمر أهلاً jesteهلاً بحضرتك أهلاً وستهلاً بحضرتك بكل ممشاهدين دكتور عمر معظم الشيوخ او الدعاء لما بيجي ويدعو الشباب للتوبة بيخوفوهم من النار او بيشوقوهم بالجنة ومشكلة الشباب مش خوف من نار او رغبة في الجنة مشكلتنا ان احنا نفسنا نقرب من ربنا ونحس بشعور ان ربنا دايما معنا ومش عارفين بنكتهد و بندعي و بنحاول نقرب وشعورنا بالقرب وشعور ان ربنا دايما معنا في كل خطوة مش حاسينه ده ليه طيب يعني ابتداءنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلالك وحمدا يليق بكمالك وحمدا يليق بصفاتك وحمدا يليق بذاتك اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت أنت على نفسك فجل ثناءك وعظم شأنك ولا إله غيرك تعالي نقول ان الخوف من النار والرغبة في الجنة من صفات المؤمنين وأن أي إنسان اللي بيحركوا ربنا سبحانه وتعالى هو باعث في القلب علماء التسكية يقولوا أي إنسان لا يتحرك إلى الله بباعث في القلب يعني إرادة إرادة قلبية بيتحركوا ربنا لكن إيه شكل الباعث ده أو إيه شكل الإرادة الإمام الناوي رحمة الله عليه قال وهناك ثلاث بواعث يحرك الإنسان إلى الله ما فيش إنسان في الكون هيتحرك إلى الله إلا عن طريق باعث من التلاتة دول إرادة قلبية الباعث الأول هو الرجاء هو الطمع في الجنة في الرضا ربنا اتنين هو الخوف من النار من النار فدول صفات من صفات أهل الجنة طلب الجنة والخوف من النار هذا مبتغى وغاية لكن الحقيقة أنت بتسأليني على الباعث الثالث والباعث الثالث ده العلماء قالوا فيه كلام عالي جدا مام الناوي قال إن مقامات العبودية سلسة مبنية على هذه البوعث المقام الأول مقام العبيد والعبد وده مقام من مقامات العبودية لكن العبد هو اللي بيعمل الحاجة خوفا من سيده وهذه حالة طيبة وجميلة بل ربنا في القرآن مدحة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا هذا مقام العبيد المقام الثاني مقام التجار أنا هستفيد إيه من وراء التجارة دي هاخد إيه من وراء العمل ده إلا هيعود علي من المنافع فخوفا وطمعا يبقى أنا خايفه وطمعا لكن الحقيقة النهاردة شباب كتير فعلا مش دل بيحركوا وده بقى المقام التالت وده أعلى مقام خاصة الشباب اللي مستوى ثقافته عالية واللي بتسموا روحه يعني هو مش عايز علاقته بربنا تكون مربوطة بخوفه وطبع على قد بقى مربوطة بالمقام التالت وده أعلى المقامات اللي هو؟ هنجيله لكن تعالي نقول الباعث اللي بيوصلنا للمقام الباعث دي سموه بعث إيه؟ باعث الحياء الحياء نعم أو الحب باعث الحياء أو الحب اللي بيحركوا ربنا حياءا اللي بيحركوا ربنا حبا فده مقام اسمه مقام الأحرار ده بقى لا بيعبد ربنا مقام العبودية ولا مقام التجار لا خوفا ولا طمعا ولكن ده حر جير ربنا حر حر ما فزعوش وما حركوش لربنا لا خوف ولا رجاء ولكن حركوا ربنا إيه؟ حياءا حياءا ربنا سبحانه وتعالى مديني نعم كتير مغرقني في نعم ليل ونهار بصحى من النوم الآن نفسي بشوف بسمع بتكلم بتحرك بفهم عايش في نعم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وبعدين أنا بعمل كده معاه فيه شعور حياء أنا مكسوف شعور كسوف مكسوف من الله بقى كل يوم يرزقني ويديني صحة وأنا مش فارق معايا هو آخر اهتماماتي سبحانه وتعالى بقى الرزق من عنده وفي السماء يرزقكم طب هو اللي بيأكلني ويشربني بعتلي الرزق هو اللي بيديني نعمة الزكاء هو اللي بيديني نعمة حب الناس لي الناس بتحبيني الناس بتقابلني كل ده بيعملوا معايا وأنا بعمل معاك ده أنا مزعله ليل وانهار ومؤثر ومؤثر في حقه بيطلبني مش بيلاقيني يقول لي اعمل ما بعملش يقول لي ما تعملش اعمل فهي جي عنده شعور اسمه شعوري الحياة الحياة مكسوف من ربنا تقنيب الضمير بالزبط كده شعور اسمه قال بعض العلماء قال ما هي التوبة قال تلات كلمات قال التوبة هي مشاعر تصاحب الإنسان اسمها مشاعر الملامة اعمل يلوم نفسه أنا ليه عملت تصاحبها الندامة على ما فعل لينجو بسلامة يعني دايما عنده ملامة يلوم على الفعل وبعدين دايما ندمان انه عمل عشان دايما عايز يكون في منطقة ايه امام فده الباعث الحقيقة اللي احنا بنتكلم عن اسمه باعث الايه على الحياة هذا الباعث لا يأتي للإنسان الا عن طريق الحب احنا بقى كلنا عندنا تقصير في الحيطة يعني عندنا دا تقصير الحيطة دي هادها تقصير في حب ربنا ايوة ايوة لان هو دا الباعث اللي بيحرك ثم احنا لو بنحب يعني لو مش بنحب ربنا مش هنشعر بالفقدان يعني احنا مشكلتنا ان احنا مفتقدين ربنا يعني زي ما قلت لحضرتك في الاول افتقاد ربنا في حياتنا دا بيبقى فعلا شعور مؤلم ان انا مثلا بيبقى عندي مشكلة او عندي فرحة او عندي حاجة وما بحسهاش مكتملة عشان ربنا مش معايا فده اكيد مش هفتقده الا اذا كنت بحبه جدا نعم وصحة بالداتك هو فيه فرق بين اني انا مش بحب ربنا وفيه فرق ما بين ان انا مقصر في حب ربنا يعني هو كل الناس جواها حب الله سبحانه وتعالى فطرة لكن هو ربنا سبحانه وتعالى لا يريد حبه في قلوبنا يساوي اي حب اخر او قبل اي حب اخر ربنا سبحانه وتعالى يريد منه ان يكون حبنا لي مقدم على جميع المحاب يعني ما فيش حب يسبق حب الله ما في حب يسبق حب الله لا حب زوج لا حب زوجة لا حب مال لا حب منصب لا حب position لا حب نفس الله يفتح عليك حتى نفسي مش كده ربنا في سورة التوبة ايه رقم 24 قال جل وعلا قل إن كان وحطرنا ثمان حاجات قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها لو التمانية دول لهم أساس في حياتنا مين ما بيحبش التمانية دول يعني مين ما بيحبش بابا وممتو مين ما بيحبش مراتو مين ما بيحبش أولادو مين ما بيحبش بيته مين ما بيحبش فلوسه مين ما بيحبش سكنه مين ما بيحبش عيلته التمانية دول اللي انتو بتحبوهم لو كانوا أحب إليكم من الله ورسوله لو دول أحب لكم من ربنا وسيدنا النبي والدين والجهاد في سبيلي فتربسوا يا ولكم ده توعد حتى يأتي الله بأمري والله لا يهدي القوم الفاسقين ربنا بيقول اللي بيحب حاجة أكتر من الله فاسق وبيتكلم عن الحلال ومن اللي بيحب حرام أكتر من الله أعوذ بالله عندنا تقصير ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومين الناس من يتخذوا من دون الله أندادا بيعملوا معهم يحبونهم يحبونهم كحب الله طب والذين أمنوا أشد حبا لله هو ربنا سبحانه وتعالى لا يريد في قلب العبد حب معه عشان كده ربنا يغار عشان كده ربنا ينظر إلى قلوب العباد ربنا لا ينظر إلى الظاهر لا لا ربنا بيبصر إلى جوه أقلبنا يعني ربنا ربنا ما بيخدعوش مظاهرنا ولا كلامنا الظاهري عشان كده التوبة لو تلاحظي أن في آية القرآن ربنا يقول سبحانه وتعالى إيه تاب عليهم ليتوبوا وآية تنقولك إيه ثم تابوا فتابوا عليهم وإيه الموضوع يعني هم اللي تابوا إيه قبل إيه إيه قبل إيه إيه الموضوع هو ربنا ينظر في قلب العبد ابتداء سبحانه وتعالى ينظر في قلب العبد فإما أن يأذن وإما لا يأذن لأن ما فيش إدثان يفعل فعل إلا بإذن من الله ابتداء يأذن بالتوبة أي وقت يأذن بالتوبة أو لا يأذن أي عمل صالح ابتداء أن يكون من الله ليس من العبد هداية من ربنا سبحانه وتعالى ولكن لها أسباب هنتكلم فيها لها أسباب هنجيلها دلوقتي وهنتكلم من اللي بيتوب الأول هو العبد اللي بيتوب ولا ربنا اللي بيتوب يعني هو ربنا يتوب عليه عشان أنا توب ولا أنا اللي بيتوب عشان ربنا يتوب هنجيلها دلوقتي لكن ما زال دلوقتي بنتكلم حواليني حب ربنا سبحانه وتعالى ربنا إذا نظر في قلبي وجد حب غيره سبحانه وتعالى يغار عشان كده هو التوبة إيه شعور بالتقصير شعور بالتقصير النهاردة احنا عايزين ناس تشعر كلنا وانا اقولكم ان احنا مقصرين في حب ربنا بنحب حاجات كتير اكتر من الله ولها دلائل على كده ولها معايير نعرف نقص بيها اسمها معايير الحب طيب ننتقل لسؤال تاني انه على الرغم من اننا او معظمنا ارادتنا بتكون قوية جدا اتجاه هدفنا سواء لو حد في شغله او في دراسته او اي هدف معين بتبقى ارادته قوية جدا انه يحقق الهدف ده يجي عند زنبه معين عايز يبطله ارادته تبقى ضعيفة جدا يجي على قرار ان انا خلاص انا هقرب من ربنا ارادته تبقى ضعيفة جدا ليه التفاوت ده زي ما قولنا من شوية هو ايه الارادة بتكون ضعيفة لان الباعد في قلبه مش موجود عايز اسأل حضرتك انه احنا ليه بعد ما بنقرب من ربنا والراحة النفسية اللي بنلاقيها في القرب من ربنا توقف خشوع في صالح او في عمل صالح فجأة وبدون اي مقدمات بنباد فجأة بيبقى الواحد ماشي وردي جدا عن نفسه وفجأة يبعد ويبقى مش ردي جدا عن نفسه ايه التحول الفضيع ده كانوا زمان يقولوا كده كلمة ان الانسان ابن البيئة الحقيقة البيئة بتؤثر على الانسان البيئة سواء بيئة غفلة او بيئة ايمانية مع الصحبة يعني الانسان اللي بيخليه دايما يقض يقض او انسان في غفلة البيئة اللي حاولين منه ممكن تجد انسان لما بيعمل معصية في ساعتها او بعدها بلحظات بيندم وبيرجع وتلاقي التوبة بالنسباله سهلة ليه؟ لان البيئة اللي هو بيعيشها بيئة ايمانية لكن واحد تاني عايش في بيئة غفلة حالة يقضته حالة اليقظة بالنسباله هي لحظات طرقة مش الاساس عنده طرقة فاحساسه بالذنب بيبقى صعب شوية شكده فيه فرق بين حالة اليقظة وحالة الغفلة الانسان لازم يعرف انا في يقظة ولا في غفلة طب لو انا في يقظة ما يقلقش حتى العمل معصية لان الاصل ان الانسان بيعمل معاصي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذعب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيخفر الله له يبقى الاصل انا انسان بشري انا مش ملك ولا نشطان يعني لا انا بعمل دايما طول حياة الخير ولا بعمل طول حياة الشر انا عندي خير وعندي شر طبيعي نعمل معصية بس لما اعمل معصية وانا يقظ فده طبيعي فبرجع بسرعة وبفوق بسرعة لكن ليه الناس ما بتفوقش بسرعة وما بيحسش بده لانه البيئة بتاعته بيئة غفلة فهو انا لازم يغير البيئة بالزبط لازم يغير البيئة انا عندي دايما مثال في البيئة لو حبيتي نذكره فقال لي من 30 ثانية كنت بقولت بالزبط زي واحد واقف في طينا وبعدين بص تحت لقى رجليه كلها مليانة طينا فقال للناس بسرعة هتولي مية انظف نفسي فالناس يدته كده يعني خرطوم مية وبعدين هو بيخسر رجله فطلع رجله اعونية فنظفها وكده قام حطتها تاني ام طلع رجله التانية ام نظفها محطتها تاني قال خلاص غسلت رجلي هو لازم ينشل نفسه من البيئة دي انت لسه انت لسه وقف في الطينا بص تحت قال ايه ده طينا طينا ياي طينا على فكرة دكتور ده اللي معظمنا فيه ان احنا لسه زي ما انت قلت في البيئة او في الوسط اللي احنا فيه وما بنغيرهش يطلع من الطينا يقف في مكان وإزازة مية رجليها تنضف زي الرجل اللي قتل 99 نفس قال له ايه با سيب اتحرك طول ما انت في بيئة غفلة التوبة صعبة زي اده الصحبة الصحبة والبيئة اوكي وبعد ما بنبعد بقى عن ربنا بنلاقي معاناة شديدة جدا في الرجوع نعم وبعدين بقى ان اجربنا وتحرمنا فالحرمان بيبقى مقرقنا جدا وقرق نفسنا وفي نفس الوقت مش عارفين نرجع ده ايه الحل المعاناة في الرجوع عن المعصية ممكن يكون سببها حاجات كتير اسباب كتير جدا لكن احنا هنسأل يعني هنقول على بعض يعني الاسباب مش كلها كبعض امثلة يعني اكثرها انتشارا يعني ممكن يكون السبب الصحبة اللي حوالين منه برضو الصحبة بقى هنا هو عايز يرجع وكل ما يرجع على اي صاحب بيشده هو عايز يقرب كل ما يقرب الاي واحد بياخده عن الطريق فدي مهمة جدا حسنا كده النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالصحبة اذكر هنا برضو الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي الآية نزلت في نين حضرتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول لي سيدنا النبي اععد مع الناس الطيبين مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي وربنا بيقول لي سيدنا النبي ولا تعد عينك عنهم ايه وعسبهم أول ما تسيب الصحبة الطيبة تريد زينة الحياة الدنيا يعني كان إرادة الدنيا سببها هو البعد عن الصحبة الطيبة وبعدين قال له ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعها وكان أمره يبقى لي أمر الفرطة ليه في غفلة الآية التانية بتقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون يلعبون هنا يعني هم في أشغالهم في دنيتهم ما بيدوش أوقات لقلوبهم فإذا سمع كلمتين ثلاثة برضو الطيبة صعبة لأنه ما عندوش جلسة إيمانية ما عندوش وقت فيها يقعد مع ربنا يحسب نفسه فإما ما عندوش وقت المجالس علمي ومجالس إيمان تفوقه يشحن قلبه يشحن قلبه كان عندنا برينامج هنا على الصحة والجمال السنة اللي فاتت اسمه إشحن قلبك كان اسمه كده إشحن قلبك شوي أدي واحد اتنين الصحبة اللي حولهم منه تلاتة بقى إن قلبه حصل عليه ران من كتر المعاصي وعدم التوبة في حديث جميل أولي النبي عليه الصلاة إذا أذنب العبد ذنبا قال الله للملائكة استروا عبدي عن أعين الخلق وحفوه بأجنحتكم فإن بن آدم يعيرون ولا يغيرون بن آدم لما بيشوفوا أحد بيعمل معصية بيعيروا بالمعصية مش بيغيروا ولا بيساعدوا حتى بعدما بيتوب فاستروا قال فإن تاب العبد أنزل عليه ستر من ستر الله فإن لم يتب رفع هذا الستر فإن فعل المعصية مرة أخرى رفع سترا آخر فإن فعل المعصية رفع سترا آخر حتى خلي بينه وبين الناس يفتضح أمره غير مسألة الطبع على القلب إذا فعل الإنسان ذنب نكت في قلبي نكتة سوداء معصية نكت سوداء معصية نكتة سوداء لما يكون عندك نكتة سوداء سهل تمسحيها طب نقطتين طب أربع نقط طب القلب سود فالمسح بياخد فترة لكن أنت ممكن تقوبيه بس مش حاسة بتغيير لكن كثرة التوبة والاستغفار النبي قال حديث عجيب والله أنا كل ما أسمع أقول طب إحنا ماذا نفعل قال النبي يصمي يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني النبي اللي بيقول صلى الله عليه وسلم أتوبوا إلى الله في اليوم مئة مرة النبي بيتوب مرة صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لو إحنا لما بنتوب نتوب إلى الله سبحانه وتعالى نعم ممكن رجوعنا ده يكون دليل أن ربنا ما قبلش توبتنا رجعنا إلى الله لا رجوعنا تاني للمعصية بعد ما توبنا رجعنا تاني نعم ده ممكن يكون أن ربنا ما قبلش توبتنا طبعا هذا كلام يعني لا يقوله عاقل ولو جي على مشاعرنا لا أنا بكلم شباب ساعة يقولوا الكلام ده أنا عايز أقول أنت لما يجيلك كلام زي ده ده مش منك ده من إبليس هو إبليس اللي بيجيب الخطيرة ده أو مدخل الشيطان أيوة أيوة احنا عندنا حاجة اسمها خواطر الخير وخواطر الشر خواطر الخير بتبقى من ملك وبنسميها لمة ملك وخواطر الشر بتكون من الشيطان واسمها وسوسة إبليس في لمة ملك وفي وسوسة إبليس شاء الله نعمل حلقة اسمها خواطر الخير والشر واعرف منين الخطرة دي خير ولا الخطرة دي شر دكتور عمر على الرغم من ان في ناس بتكون بعيدة جدا عن ربنا مش في بالها ان يتوب اصلا الا انك تلاقي ربنا يبعث لهم ايا او يمروا كده بمجلس علمي يسمعوه في حاجة تلمس قلبهم فيتوبوا على الرغم ان هما ما كانوش في بالهم ان هما يتوبوا ناس تانية تدي ربنا ليل ونهار ان يا رب يتوب علينا يا رب يتوب علينا وربنا مش بيستجيب ده نرجع لللي حضرتك قلته في اول الحلقة انه انهي الاول انه ربنا بيتوب علينا يعني ربنا بيستفي ناس يتوب عليهم فبيتوبوا ولا انا اللي بتوب الاول فربنا بيتقبل توبتي وبيتوب علي نعم الحاجة قال ابن القيم في كتاب مدارج السالكين وتوبة العبد محفوفة بين توبتين توبة سابقة وتوبة لاحقة من الله على العبد السابقة بتاعته هو من الله واللاحقة من الله توبة العبد في النص يعني يكون توبة من الله على العبد ابتداء بالإذن والتوفيق ويكون توبة من الله على العبد انتهاء بالقبول والعطاء فابتداء ربنا سبحانه وتعالى يأذن للعبد أن يتوب فتاب عليه ثم تاب عليهم ليتوبوا وبعد ما توبوا إنه هو التواب الرحيم فابتداء يتوبوا وطبعا من علامات أنت قلت سؤال جميل في البداية والسؤال ده سؤالين في بعض والسؤال بصراحة ده عايز وقت كبير لكن نحاول نختصره في ديئة علشان وقت الحلقة ابتداءا إذا الإنسان استشعر بعد المعصية بضيق في قلبه وضاقت عليهم الأرض بما راحبت وضاقت عليهم أنفسهم دي علامة أنه يقض وأن ربنا أزلوا أن يتوب ضيق الصدر وظنوا يعني اعتقدوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ده اللي بيكون سبب الشعور ده هو اللي بيكون سبب أن ربنا يأزلوا نتوب أنه يعتقد من جواه أنه ما فيش ملجأ في الكون كله ولا منجأ من الله إلا إلى الله هروح منه فين الأرض أرضه والسماء سماء والهوى هواه هروح منه فين يعني هروح من ربنا فيه إذا فهمت ده أعرف أني ما فيش مفر إلى الله فربنا يعمل يأزل فأنا لقي الأسباب مهيئة للتوبة وبعدها ربنا يقبل أن ربنا يقبل من جميع البشرية ونختم الحلقة النهاردة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وده يدل برضو حديثنا ملخصه أنه فعلا برضو القلوب هي مسألة قلوب نعم ربنا يتوب علينا جميعا نورة الدنيا فضيلة الدكتور عمر الزكي مشاهدين للأسف انتهى وقت حلقتنا والحين يتجدد اللقاء أسيبكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته